السلام عليكم انا عاصم صحفان ونكملين مع بعض دور الدارت والعربي الفيديو اللي فات طبعا تكلمنا عن الفورلوب اذا ما احنا شايفين كده قدامنا كنا خلصنا كلامنا بان الفورلوب بتتعمل مع الليستس فلو انت ما شفتوش هتلاقي موجود مع الليست يعني بتاني موجودة داحت في الوقت ان شاء الله نبدأ نتكلم عن الويل لوب طبعا انت لو تفرجت على الفيديو اللي فات هي نفس فكرة يعني الليول نفس فكرة الفورلوب بالضبط لكن الفكرة كلها فين ان الفورلوب بتبقى انت عارف البداية تكفين ونهيتك فين يعني انت عارف يعني بتاع محددة مبدأين كده تعالوا نشوف مع بعض الويل لوب بتكتب ازاي فتعالوا نعمل مع بعض كده ايه يعني امش الكود ما تكتبش معي وزي ما قلت بتفرج على الفيديو الكامل وبعدين طبق تبقى الاول ابتكتب كده الويل وبعد كده بنحط هنا الكنديشن اللي احنا عايزينه فالكنديشن ده في الاغلب بيقى معتمد مسلا على فاريابل معين فالفاريابل ده انت بتاع هنا كده. وبعد كده بتعمل الكونديشن. الكونديشن ده بقى معتمد على اللي انت بسميه هنا دوت. طبعا برضه في الاغلب بيبقى في بتسميه يعني ايه? زي الفوس. فتعنا نتسمي اي. وبعد كده بتعمل هنا ايه? بتكتب بقى الكود اللي انت عايزه تننفذ هنا. بس انا عايز اكبر تواخد بالك من حاجة. في الحالة اللي زي كده بقى ايه? لازم اتبا اخد بالك ان انت لو عملت الكود كده واسبته هيسم معك لان لو الشرط ده تحقق مش عام في طلع من اللوب خلاص. هو هيبدأ يعني بيجي هنا كده ويخلص الكود بتاعه هيخلص. مش هيلاق حاجة ايه? يعني تمنعه. هيرجع تاني يشوفش الكونديشن. يلاقي كونديشن مصبوط. يفضل يبقى دي على طول هتبقى دي على طول ايه? لكن الموضوع ده ايه? غلط. انت لازم بعد ما تخلص كده يعني. تحط هنا شرط. مثلا ايه? زي ما احنا كنا بتشوف الفور لوب. اي بلاس بلاس مسلا. فتعالا بقى انشهل الكلام اللي عمله دوت ونعمل كمينت كده على السريع. اول حاجة هنبدأ نعملها ان احنا نعمل. اي. ونقول لك والمسلا نخلي زيره. وبعد كده بها نبدأ نعمل تشيك. على الاي اللي احنا عملنا ده. نعمل الكونديشن. نبدأ نعمل. اي مسلا اقل من. مية ولا حاجة. نفس النظام برنت. اي. طبعا لو عملت رن كده على طول الكود هيفضل يرن معي. لان ده هتبدأ هيعمل هيخش هنا في البتاعي لا اي. هيتشيك لا اي بزيرو قال من مية تمام. فيوم جا راح منفز الكود. بعد كده هعمل تشيك تاني لا اي بزيرو برضو. وهكذا. فدي اسمها يعني مش هتخلص ابدا وده حاجة غلط طبعا لو لو كانت موجودة في الكود بتاعك هتستهلك مومر كترة جدا وبتخلاصش. فلازم تعمل هنا اي? اي. بلاس بلاس. اي بلاس بلاس دي معنى اي اي? يعني اي اي ازود واحد على اي يعني. اللي هي اه نفس دي كده كده بي تساوي انه تعمل كده. اي مكول اي زايد واحد. زي ما انت شايف كده يعني الصطر ده بالزبط هو نفس الصطر ده. بس في بالبيئة دية بتبقى يعني الصغة كده معروفة اللي انت لو عايز زود واحد. لكن لو عايز تزود اثنين مصلا يبقى مينفعش استعمل لان ثلاث ما يكده تمزح السيغة ديت وتكتب هنا اي بيسوي اي بلاس اثنية بالشكل اذا كده لكن خدناها في الشكل اللي هو ده العادي الطبيعي بتاعنا هده ونعمل ايه رن الكود المفروض الوقت لما احنا نعمل رن نشوف الكود بتاعنا مدق من زيرو وصل لحد التسعة وتسعين لان ايه لو هو بقى مية يبقى مية قال من مية يبقى شرر ده مش هتحقق فه مش يخش في البرينت ده طبعا جوة الويل زي ما احنا اتكلمنا في الوقت طبعا من زيرو إلى تسعة وتسعين جوة الويل برضو ممكن نعمل تشيك زي الحاجات البسطة اللي احنا كنا نعملها في الاول فممكن مثلا في الحالة دي نطلع الاعداد الفردية بس بعد ما نعمل برينت ديت نممكن نطلع الاعداد الفردية هنجي نعمل اف عادي خالص ونطلع الاي نقسمها نطلع نقول لك يعني النبال اسمه الاي على الاثنين المفروض انها تكون بتسوي واحد لان طبعا في العداد الزوجية مفروض انها تكون بسوي زيرو لكن في العداد الفردية مفروض انها تكون بسوي واحد وانجي هنا كده ونحط البرينت دي جواه اهم حاجة ما تنساش وانت بتعمل انت تحط الاي بلاس بلاس اللي هي نزود يعني الاي بمقدار واحد جوة الويل لو حصل وانت محطتش الاي بلاس بلاس دي جواه لانما الموقع احنا طبعا نشغل الوقت على الموقع فالموقع ده هيعلق منك هتبدأ تعمل مثل رفريش للصفحة او نعمل نيوتاب وكل الكلام ده لما انت شغل على الجهاز برضا هيبدأ يهنج منك جامد وهيبقى في مشكلة يعني لانه زي ما احنا قلنا الانفينيت لوب بتستهلك جامد او مربات لانها بتخلاصش فنعمل رن دلوقتي مفروض ان احنا بعد ما نعمل رن الكود دوت تطلع لنا الايه الاعداد الفردية بس هنا طبعا انطلعنا هنا كل الاعداد من 099 فنعمل رن دلوقتي ونشوف طبعا دلوقتي تطلع لنا الاعداد الفردية بس احنا شايفين 1 3 5 7 وهكذا لحد هنا كده طبعا الفيديو ده يكون خلاص كده الفيديو اللي فات اتكلمنا عن 4 لوب والفيديو ده اتكلمنا عن 1 لوب الفيديو الجا بإذن الله تتكلم عن 2 و 1 لوب وطبعا 2 و 1 لوب شبه 1 لوب بالزبط ان بإذن الله الفيديو سيكون صغير خالص فلو عجبك الفيديو لا تنسى اشترك في القناة وتشارك في القناة وتفعل الجرس حتى اجل لك كل جديد ولو في حاجة مش تهمها في الفيديو جاريت تكلمنا في كومين تحت وبإذن الله اه فهمها لك يعني ابقى معك لحد لا ما تفهمها يعني ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة